وعمر العربي لعب النادي الاهلي في الجنباز ومنتخب مصر يتوج بزهبيت بطوط افريقيا للجنباز بجنوب افريقيا في انجاز كبير وعمر العربي لعب منتخبنا الوطني الاول ونجمي النادي الاهلي للجنباز الفني فاز بزهبيت منافسات الفردي في بطوط افريقيا رقم 17 والتي تلعبت في جنوب افريقيا في الفترة من 24 لحد 28 مايو اللي فات وعمر حقق المدليا بعد تحقيقه 82 نقطة تقريبا وجيه في المركز الثاني زميلو في المنتخب محمد عفيفي براسيد 78 اما الجزائري هلال فجيه في المركز الثالث براسيد 77 نقطة وكان عمر العربي كان حقق برضو زهبيت الفرق مع زميلو في المنتخب وهم احمد عبد الرحمن وزياد خاطر ومحمد عفيفي وعبد الرحمن عبد الحليم البطولة دي شارك فيها 8 منتخبات وهي مصر والكاميرون والجزار وانجولا والسنغال والمغرب ومالي وجنوب افريقيا البلد المضيف وهي بطولة مؤهلة لأولمبيات العالم في بلجيكا واللي هتلاقي في سبتمبر اللي جاي